وزار وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يزور سلطنة عمان حاليا مركز الأمن البحري وتجول الوفد الزائر في المركز و اطلع على مرافق مركز الأمن البحري و ما جهز به من تقنيات وظمة حديثة تلبي واجباته الوطنية كما استمع إلى إجاز عن أدوار المركز وجهوده المختلفة المعنية بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية